بسا اوكسي خلبها ربعة الاف هذي يقلكت وكلها الخيزة خلصها هذي عنده حق يقال هذي يا ضوية دوم الفنطروا هذي هي ونزا هاي 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 ونزا هذي كونجات العقول وفيها معادن وفيها وفيها مناجم وفيها وفي الشمال في أقصى الشمال الجزائري الشمال الشرقي قريبة من تونس المفروض هذي تكون لا أدري يعني تكون شيء رائع لا تبعد كثيرا على البحر وهاي الناس باش اسمعتوهم يعني يضحكوا وشر البلية ما يضحك الماء انقطع كهرباء تنقطع العمل ما كانش تهريب والتهريب مشرفين عليه كبار عناصر العصابة الوجوه المدنية ومن خلفها وجوه عسكرية مرات مرات أشعر أن بعض خاوتنا ما يفهمونيش لأنني كي نقول مرات شفت في بعض الردود اللي يرد على خاوتنا اللي يكتبوني ويقول لهم إن شاء الله تسقط المافيا العسكرية وتقوم دولة مدنية تتحسن الأمور كذلك يردوا كاللي يكتبوني يقول بصحراهم مدنيين هما اللي يردون فينا الشر طبعا المدنيين اللي يدرون فيك الشر الملعى الصورة اللي تبالك الواجهة مدنية العسكر هم يبانوا يبانوا لك في البراج يبانوا لك في الاعتقالات يبانوا لك في السجون يبانوا لك في أماكن كثيرة لكن في البلدية في الولاية في الوزارة في المستشفى في الجامعة في الثانوية في الطرقات في الإزامبو هما مدنيين هو السؤال من أتى بهؤلاء المدنيين هذا هو السؤال شعب وش قال قال تبون مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية إذا كانت تبون جابوه العسكر فأعلم أن الآخرين المدنيين كلهم جابوهم العسكر هناك نقولوا العسكر ما هوش السرجان ما هوش الليتنون ما هوش الجابران ما هوش الكابيتان ما هوش حتى الكوموندون أو العقيد كمشة عسكرية تعجنيرالات هي اللي تقرر مصير البلاد من الخلف وعندها عصى إرهابية تسمى المخابرات هي اللي تخوف الأجهزة وتخوف وتضع وهي اللي تدخل في الانتخابات وتدخل في المدراء وتدخل في الولات وتدخل في الوزراء ولذلك يطيحون بالجيدين ويأتون بالأشرار والفاسدين والخبثاء والخبيثات باش يتحكموا فيهم اللي عندهم ملفات فأنت الواجهة التي ترى ها نعم مدنيين لكن هادو ما همش المدنيين تعد دولة المدنية هادو المدنيين تعد دولة العسكرية تعد نظام العسكري لأن المدنيين تحت الدولة المدنية يجيبهم الشعب المدنيين تحت المافيا العسكرية يجيبهم الجنرالات والمخابرات الإرهابية هاو الفرق قل لي من يأتي بك إلى الحكمة قل لي من ستخدم إذا جاب الشعب ليحكموه من الرئيس وانزل من رئيس الدولة إلى رئيس البلدية مرورا بمجموعات أخرى فهؤلاء راح نخافهم الشعب لأن الشعب هو اللي يجيبهم في الانتخابات الحقيقية في البرلمان في هذه في هذه إذا جابوا المخابرات هو يعرف بالمخابرات هي اللي تجيبوا ولا تطيحوا ولا تديه فرح يكون عبد عندهم فهاه الفرق نعم الوجود اللي راح تشوفهم مدنيين لكن هؤلاء مرتزقة هؤلاء واجهة فقط لحكم المافيا العسكرية ومرات أيضا بعض إخواننا يقولوا الدولة المدنية يقول لك ها تحبوا البلاد بالعسكر لا بالعكس دولة المدنية التي نحلم بها ونؤمن بها ونريدها هي الدولة وين يكون العسكر في خدمة الوطن مش في خدمة كمشا وين يكون العسكر لحماية البلاد مش لي نهب البلاد وين يكونوا الجنيرالات يفكروا في أفضل النظريات العسكرية ويدربوا أفضل تدريبات فتكنات ويشرو أو يصنعوا أفضل أسلحة ما هونش اللي يكونوا واحد شاد الترافيك التع السكر والقهوة لآخر شاد البزنس التجارة لآخر يدخل في المخدرات لآخر يخلي في الخمور تحولوا إلى مافيا أنتع بزنس مين وتجار بدون منافس هما اللي يسلعوا القانون وهما اللي يفرضوا الضرائب وهما من الخلف شوف عسكر مصر والجنيرالات كلهم الجنيرالات العرب اليوم كلهم ملأل عن ما خلق على الاستثناءات يعني لخطيهم تدخل سياسي على الأقرح مباشرة حطوا الجنيرال مباشرة ودار انقلاب والعسكر احنا الأرباب وحنا الأسياد والقضاءات معاهم والشرطة والآخر والشعب عبيل احنا نفس الشي فقط بواجهة يدين لك رايس ويدين لك وزراء ويدين لك ولات يجيب لك أفسد وأقدر الجزائرين وحطهم في مناصب على أساس أنهم مسؤولين فالبعض إذن الدولة المدنية هي وين يكون عندك بالفعل جيش قوي لأنه لا يتدخل لا في سياسة ولا في تجارة ولا في البزنس ولا في طرفيك ولا يبيع المخدرات ولا يدخل بالرشاوي ولا جيش نظامي مهني شريف يأخذ ماله أجره من عند خزينة الشعب للدفاع الوطن وليس أن يتحولوا إلى الوصوص وإلى عصابة أكثر هذا المراكز أنتع المراكز والكبريات عزكم الله من وراها بشهادات شاهدين يعني هذا بعض كبار تعامل جيش سواء مخابرات أو في مناصب أخرى المخدرات شفناها في حادثة 700 كيلو جرام من كان وراها يا أخي سجنا عشرات الضباط بما فيهم كبار الجنرالات بما فيهم عبد الغاني الهامل بما فيهم مناد نوبة بما فيهم سعد باي بما فيهم وقائمة طويلة